حيث تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة لسيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته ومتمنيا لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق مؤكدا تطلعه للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات وعلى نحو يتصق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهم العظيمة ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء شكرا